تعالوا نروح بقى الموضوع مهم لعلاقة بالإدمان النهاردة الحكومة بدأت رسميا في تطبيق القانون الذي يسمح لها بفصل الموظفين في الحكومة أو في الجهاز الإداري المتعاطين للمخدرات وده قانون ده مش بقى قرار ولا مش آخر أصبح قانون قانون اللي أقرر في مجلس النواب إن الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات يفصل فصلا نهائيا ده مش فصل تعسفي ولا فصل إزعالي ولا فصل كده ده فصل قانوني كويس الكلام ده ابتدى من النهاردة والتحاليل بتاعت المنشطات اللي حصلت على الموظفين وفي الأجهزة والمصالح الحكومية خلال الأسمية والشهور الماضية كانت الحقيقة عملية إجرائية تمت في منتهى الاحترافية والشفافية واللي ثبت تعاطيه من خلال وجود نسبة من المخدر في دمه بسبب تراكم التعاطي على فترة كده يعني في النهاية فيش حد تظلم عشان نجيبها لكو يعني فيش حد تظلم وهي فرصة فرصة إن احنا نطهر الجهاز الإداري للدولة المكمم والمكدس بملايين الموظفين طب الموظفين اللي منهمش الشجلانة احنا مش عارفين نعمل معهم إيه طب على أل الموظفين المدمنين والمتعاطين كمان ما نصبرش عليهم ونسيبهم لا أنا مع القانون ده قلبا وقلبا وما حدش يقول لي أصل حرام لا حرام عليه مش حرام علينا حرام عليه مش حرام علينا اللي قرر إنه يبقى مدمن أو إنه يتعاطى مخدرات ويروح يحتك بمصالح الناس ويأذي الناس ويأذي نفسه يبقى حرام عليه مش حرام علينا ده احنا لو سيبناه يبقى حرام علينا لإنه فيه ألافات تانية في عرض فرصة الشغل دي اللي هو مستهين بيها ومش بيرعي ربنا في أكل عيشه تخياله موظف ضارب يعمل إيه في الورق ولا تخياله سواء في مصلحة حكومية ولا سواء في أوتوبيس مدارس حكومي أو كده ضارب له حاجة وبتاعه فأروح ولدنا وأروح زملائنا الموظفين دول أمانة في إيه وهو ضارب لا لازم يمشي وخدوا بالكم هذا الإجراء ما حصلش فجأة ده حصل تحذير من سنة ونص يا جماعة احنا حا نعمل مشروع قانون بيعمل كذا وبعدين من كم شهر يا جماعة خلوا بالكم احنا حنبعت لجان في المصالح الحكومية تعمل فحوصات طبية وتحاليل عشان تشوف مين اللي بيتعاطى مخدرات فقد أعذر من أنذر مش مرة ثلاث مرات قد أعذر من أنذر مش مرة ثلاث مرات بعد كل ده ولسه بتتعاطى والتحاليل أثبت أن أنت لسه بتتعاطى تبقى أنت مصر بقى تبقى أنت آسنت خلاص تحمل وزرك تحمل وزرك وما تشايلهوش ليه القانون لأن احنا بصراحة فينا مكفينا من الناس اللي بتضرب وبتتعاطى وشفنا تأثير التعاطي بتاع المقدرات حتى لو ما كانتش وصل إلى مرحلة الإدمان الكامل بس شفنا مجرد التعاطي بيعمل مصايب في الشارع عاملة إزاي وهنا بقى أنا عايزة تنقل معاكو الحاجة وأنا رأيي أن ده دور الإعلام قصة المدمنين والمتعاطين دي لازم نشوف لها حل جلب المقدرات وتهريب المقدرات ده وزارة الداخلية وقفلوا بالبرصاد ومكافحة الإدارة المحدد مكافحة المقدرات تمت المجهود رائع على قد ما بيقدروا بصراحة وعملين جهد ممتاز وكل كام يوم فيه دبطيات كميات كبيرة من مقدرات سواء اللي نعرفها القديمة الحشيش والبانجو والكوكايون والأفينو وبتاع أول بلاوي الجديدة بقى اللي اسمها شاور وجوكي وموكي وحاجة استغفر الله العظيم يعني لكن على مستوى المتعاطي والمدمن احنا عاملين صندوق مكافحة إدمان وعملين دور رعاية ومصحات بالمجان لعلاج المدمن أو المتعاطي صح؟ صح الشرط إيه؟ إنه يروح لكم إنه يتكلم يقول يا جماعة أنا مدمن أو أنا متعاطي وعايز أخف عايز أتخلص من السموم اللي جوادي فاللي بيروح بيتعالج وفي سرية وتمام وبيرجع فل زي الفل تاب اللي ما بيروحش نسيبه؟ ربنا معاه بقى كرة الحمد لله ما جاش فينطلق بقى يدمن زي ما أعاوز الحقيقة لا والحقيقة أنا مع الرأي القانوني مع الرأي القانوني الذي يقول إنه لازم فيه تشريع للإبلاغ عن المدمنين والمتعاطين للمخدرات تاني اللي عايز يروح لوحده أو أسرته عايزة تودي ابنها ذا وكان مدمن أو متعاطي للدار الرعاية أو المصحات أو لسندوق وكفحة الإبمان جزمته على رأسنا من فوق ويروح وفي سرية ويتعالج ولا شيء عليه ويرجع مواطن شريف عفيف فايق يفيد نفسه ومجتمعه وأهله أنا بتكلم بقى اللي ما بيروحش واللي مصر على إنه يفضل في الإدمان أو يفضل في التعاطي حلوا إيه ما حدش يقولي بقى نسيبه لربنا ليه ما ينفعش نسيبه لربنا عشان بيئزينا بصوا معايا كده على سلسلة الحوادث اللي حصلت في الشارع المصري خلال الأسابيع والشغول الماضية بش حقولكم سنين الأسابيع والشغول الماضية بس الأضايا الكبيرة اللي هزت الرأي العين هتلاقوا تقريبا إن كلهم الجاني فيهم أو المتهم فيهم بعد الكشف عليه اتضح إنه متعاطي مخدر ما أخيره من الحدثة بتاعت الشيخ زايد الأخيرة اتضح إنه متعاطي قدر من مادة الكوكاين وقابل وقابل قصة الرجل اللي دبح بتاعت مسبحة الإسماعيلية اللي دبح واحد في الشارع في الإسماعيلية بعد الكشف عليه اتضح إنه واخد المخدر اللي اسمه الشاور مش اسمه شاور باين شاور كلا ما عام مش عافش أي مصيبة ولا شابه مش عارف استغفر الله العظيم ربنا عافينا وعافيكم شابه فهتلاقوا كل جريمة وراها مخدر كل جريمة وراها دافع الدافع الآن أصبح المخدرات فلا أنا مش حاسيب الناس تتعطم مزاجها وتضمن بمزاجها فتقتلني ولا تقتل عيالي ولا تقبل كذا وهي مش فوعيها لا ده لازم الإبلاغ عنهم عشان دول خاطرين على المجتمع ودول بيمثلوا تهديد للمجتمع وتهديد للأمن العام وكل حاجة نص عليها الدستور والقوانين أي حد بيهدد السلم والأمن العام ده لازم له عقوبة لازم يتقبض عليه طب قالت تتفقون معي أن المدمن والمتعاطي للمخدرات خصوصا بعد المخدرات القطيرة اللي موجودة اليومين دول اللي هي مش بقى بتضرب العقل اللي هي تخليك متيس ولا تخليك عامل دماغ لا للأسف بتلعب على الجهاز العصبي للجسم المصيبة النوع المخدرات الجديدة المنتشرة دلوقتي بين الفئة المدمنة والمتعاطية مش بتتيس ولا بتزهب العقل ده بتلعب على الجهاز العصبي بتخليك تعمل حاجات وانت مش في وعيك وبتخليك اكثر ميلا للعنف والدموية زي حدث في مدحة الإسماعيلية فبالتالي أنا هنا خالق بعبع أو سايب بعبع وماشي في الشارع يتبح من يشاء ولا يقتل من يشاء لما جهازه العصبي يقرر بناء على المخدر اللي واخده فلا يمكن ان ناسيب ده يحصل فأنا رأي انه زي ما عملنا تشريع لفصل الموظفين المتعاطين والمدمنين لازم يبقى فيه تشريع كمان واسأله معايا القادرين والمتقصصين وحنفتح حوار مجتمع حولنا الموضوع ده بيه مبادرة من البرنامج هنا نعمل ايه مع المدمن والمتعاطي اللي مش عايز يروح يتعالج نعمل ايه يا دكتورة مونة مينان دكتورة مينان ايه يا فن مساء خير يا فن اهلا يا ستبر اخبر حضرتك ايه الحمد لله وليه نعمل ايه لانه بصراحة يعني ضغطي مرتفع شباب الحكاية دي لانه مش لالها طريقة وبتحليل لكل الجرائم اللي حصلت المخدرات ثم المخدرات ثم المخدرات هي الدافع والحافز ده كلام سليم جدا يا فن ان فعلا اخر ابحاث بتقول 26% من الجرائم اللي بترتكب في مصر بيرتكبها حد تحت اثير مخدر فكلام حضرتك سليم جدا واحنا فعلا محتاجين وعي مجتمعي يبقى كل حد في المجتمع عارف كويس قوي ان نص العلاج بيبتدي من التشخيص مجرد ما نعرف ان في حد عنده مشكلة مع الادمان لازم بشكل او باخر نخليه تواصل مع احد الاطباء المتخصصين في علاج الادمان ايوه هو السؤال بقى انا دكتورة ازاي يعني هو احنا لحد دلوقتي عاملين انه عاملين جهد رائع طبي ومالي فيه دور الرعاية والمصحات والسندوق عاملين جهد رائع لمن يذهب طوعية طب لمن لا يذهب طوعية بقى وقاعد ومبسوط بادمانه وبتعاطيه ما انا بقول لحضرتك من البداية ان هو يعني انا بس عايز اعرف حضرتك الاول احنا يعني انا الامين العام للصحة النفسية تبع لوزارة الصحة والسكان وعندنا واحد وعشرين مستشفى ومركز بعلاج الادمان في الحالة الجمهورية في خمستاشر محافظة محافظات مصر فاحنا كل اللي عايزينه انه طبعا بالاضافة الى التوعية اللي بتتعامل للوقتي والضغط المجتمعي والضغط الحكومي كمان بانه خلاص الناس بقى بقاش فيه الزار بقى اللي حيبقى يتضبط متعاطي حيتشال من غظيفته حيسقد مصدر رزقه فالموضوع داخل في الجد وفيه ضغط شديد وفيه محصرة للمشاكل اللي ممكن تحصل فالتوجه ده رائع ولكن فكرة ان المريض يجبر فكرة الى حد كبير ممكن ما بتحسنش قوي المقال بتاع المرض فالاحسن انه يبقى هو عنده الدافعية لو الدافعية بتاعته مش كاملة 20-30% انا مش عايزة اكتر من انه يوصل بس للعيادة لان احنا عندنا مهارات عند الاطباء بتوعنا اسمها مهارات مهي المشكلة يا دكتورة انه هو مش حيعتب الناس اللي ما بتعتبش المهارات دي لازم اخشله واتكلم معاه فيه ناس معتقدة انها مش مريضة وفيه ناس اللي ما وصلتش من حالة الادمان اللي هي بس مبسوطة بتاعاتيها دول ما بيقابوش ناحية الدكتورة ولا حضراتكم ولا عياداتكم ولا مراكزكم دول منتشرين في الشارع بيعملوا جرائم دول هنعمل اول ده اللي انا بتكلم فيها اللي انا بتكلم عليها طبعا مش عايزك بالحد كله يفضل طوعية وبالوعي الحقيقة ان العلاج بيجيب نزاج احسن بيبقى طوعية بس زي ما اقول لحضرتك يعني لو حتى رغبة المريض ضعيفة فيه بقول لحضرتك حاجة اسمها الموتيفيشن انتربيوينج او الحوار التحفيزي مجرد بس انه هتعامل مع حد او حتى حد من التوعية المجتمعية اللي ممكن تعمل الكلام ده ممكن جدا ندفع نزود دفعيته فنخلي المريض يبقى عايز اكتر يتعالج ونقسمع المخاسر والمكاسب القصص كده لها علاقة شوية بطريقة التفكير وطريقة العلاقة فطبعا هي هي موضوع مركب والمشكلة مش بسيطة وده احنا عارفينه بس لازم تكاتف الجهود الحقيقة ولازم كل الناس تتعاونوا عبعض عشان تحلل المشكلة انا عارف انه حساسية وضعك يمنعك من ان انت تميلي معايا شوية في فكرة التشريع بالعقوبة او بالابلاغ لكن هو الفكرة انه انا نفسي يوصله لمرحلة الانترفيوينج اللي هي انه هو بس يقعد مع حد يكلمه لكن المشكلة انه هم مش مقتنعين ومش عايزين ومبسوطين باللي هم فيه هي دي المشكلة الفئة الضالة التي لا تريد ان تسمع ولا تريد ان تعقل ولا تريد ان تذهب عشان حتى تجري حوار مع متخصص وشايف انه هو مبسوط وقعدته بالليل مع الناس اللي بيدرب معهم بسطاء فده نعمل معا ايه هي دي الفئة اللي عمرك ما حالك حتشفيها انت ودكاترة ما انا بقول لحضرتك هو القانون على فكرة بيتيح ان احنا ندخل الناس دي بالعافية المستشف بس الحقيقة ان نتائج العلاج مستشف مناسبة يعني يعني فهمهم حضرتك يعني انا ممكن القانون يسمحلي اروح ااخد عربية اسعاف واروح ادخل المستشف وظبا عنه الزاني ولكن انا لو عملت كده مش هيخص معايا كفاية زي ما يكون هو عايز يخص بس هتخوني طب ليه ما بتفكريش بالنحية الثانية يا دكتورة انه اه ربما نسبة شفاء واتبقى أقل شوية من نسبة شفاء المتطوع والحابب القصة بس على الجانب الاخر تتحمي المجتمع صح دي فترة جميلة فاندم وديقة بالوالطرح جدا وان شاء الله النقاش الفترة الجاي يعني في مبادئ في الدستور وفي الشرع كمان اللي هي درق المفاسد ده حقيق درق المفاسد يعني منع الحاجات الشريرة والمؤذية والمفسدة للمجتمع هدف وأولوية في الفقه وفي القانون ده حقيق ده حقيق انا بقى حضرتك جدا ان احنا تبتدي ناقش فعلا تشريع الدخول الزامي لمريض الإذنان احنا كده اتفقنا يا دكتورة شرفتيني هنا وورتيني يا دكتورة شكرا جزيلا شكرا دفن شكرا ده رأي ورأي ده الحقيقة انا مش جايبه من بنات افكاري كده ومن هوس انا استشرت مجموعة من القانونيين وعن الناس اللي هم علاقة بالفقه والتشريع وقال لك انه في حاجة فيه فقه فيه فقه في التشريع الاسلامي اسمه درق المفاسد مقدم على جلب المنافع يعني الكلام دلوقتي بتقول ان فيه مريض واحد احنا مش عايزين نجبره عشان نسبة شفايتهم اعلى دي مصلحة شخصية لبريض بس في المقابل فيه مفسدة كبيرة هتقع على المجتمع لو انا سبت المدمنين والمتعاطين ينتشرون و يمرحون في الشوارع والدليل الجرائم الاخيرة اللي كلها تقارير الطب الشرعي عند التحليل للجامي اثبتت انه تحت تأثير مخدر ما اذا عشان تحرب الجريمة حرب المخدر وعشان نحرب المخدر ييجي المخدر لوحده يقول على الجوني يا امة جنت على نفسها براكش